السلام عليكم اليوم السابع عشر من أيار الفين وثان وعشرين انعقد مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية تخللتها نقاشات جدية عديدة خاصة فيما تعلق بالظروف التي يمر بها بلدنا بعد قرارات المحكمة الاتحادية الحكومة تتعامل بإيجابية تامة وباحترام كامل مع الفتاوى الصادرة من المحكمة الاتحادية والبيان الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوضح هذا المنحة للحكومة واليوم في اجتماع مجلس الوزراء تبنت الحكومة وتبنى مجلس الوزراء هذا البيان الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء والذي أكد احترام الحكومة العراقية للقرارات والفتاوى الصادرة من المحكمة الاتحادية ونصوصها والتوقيتات الدستورية وخاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الأمن الغذائي والتنمية الذي قدمته الحكومة معروف أن هذا المشروع القانون عملت عليه الحكومة لكي تلبي احتياجات الدولة والناس في التحديات التي تخوض فيها هذا القرار اتخذ في مجلس الوزراء وقدمه إلى مجلس النواب وهدفه تلبية هذه الاحتياجات الآن بالتأكيد القوى السياسية أمامها مسؤولية دستورية وقانونية ونحن ما زلنا متفائلين ونعمل في ضمن هذه الروح التفاؤلية خاصة نحن الآن نعد التقرير الاقتصادي لهذه الحكومة ونرى هناك ارتفاعا في خط التنمية الذي سلكته هذه الحكومة نسقت الحكومة مع مجلس النواب الحالي لتحمل هذه المسؤولية وأن يستعمل مجلس النواب صلاحياته ضمن المادة 60 لإقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية بناء على طلب الحكومة المادة 60 تتعلق بمشاريع القوانين ويحددها الدستور بأن السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يقدمان هذه المشاريع ولكن أيضا إذا كان هناك عشرة نواب في مجلس النواب يمكنهم تقديم هذا العمل جاري على هذا الموضوع لكي يستعاد هذا القانون وتعمل الحكومة في ضوئه بعد أن يقر في مجلس النواب التحديات التي فرضت على الحكومة أن تعمل على هذا القانون قانون الأمن الغذائي بالتأكيد يعرفها العراقيون جميعاً لعل أولها خدمات الكهرباء نحن مقبلون على صيف وفي كل مرة نواجه هذا التحدي في توفير الطاقة الكهربائية وباتت مشكلة مزمنة في بلدنا وأيضا استيراد الغاز من أجل إنتاج الكهرباء أيضا مشكلة وكلها تحتاج إلى موازنة هناك أيضا زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ومثل هذه الزيادة لها تكاليفها المادية التي يجب أن تقر في موازنة خاصة لها هناك البطاقة التموينية وهي تحدي كبير دعم السلة الغذائية ضمن قرارات مجلس النواب موجود هذا الدعم ولذلك لكي تلبي الحكومة هذه الاحتياجات في هذا المرفق المهم نحتاج إلى موازنة لكي أيضا نواجه ارتفاع الأسعار والحكومة تحتاج إلى صنع سياسات خاصة لتحقيق هذا التوازن في الأسعار من جهة أخرى هناك دعم الفلاحين ومعالجة الأزمة العالمية في استيراد القمح ونحن نحتاج إلى تعزيز مخزوننا الستراتيجي من القمح وهذا الأمر يحتاج إلى موازنة لشراء القمح داخليا من الفلاحين العراقيين وأيضا استيراده من الخارج ويبقى أخيرا الموضوع الأمني الحساس والأساسي هناك مشاريع أمنية كثيرة لتعزيز استقرار العراق أمنيا وكلها تحتاج إلى موازنات اليوم على سبيل المثال سنرى قرارا بهذا الصدد يتعلق بتحصين الخط الدولي السريع فلدينا أيضا مشاريع عن السياج الأمني على الحدود السورية المتغيرات في العالم تتسارع خاصة في الحرب الأوكرانية الروسية وكلها تنعكس على بلدنا أمنيا وغذائيا ونواحي عديدة أخرى دعم القوات الأمنية مسألة حساسة وتحتاج إلى موازنة أيضا هناك العاطلون عن العمل وتوفير مسؤولية الحكومة في توفير فرص عمل اللهم أيضا تحتاج إلى موازنة أسوة أيضا ببرامج الرعاية الاجتماعية الحكومة لها تجارب في هذا حينما خصصت أموالا طائلة للرعاية الاجتماعية لوزارة العمل في موازنة 2021 وللأسف مجلس النواب السابق خفض المبالغ التي خصصتها الحكومة في الموازنة للرعاية الاجتماعية وكانت خطة الحكومة في أنها تواجه تأثيرات تغيير سعر الصرف صرف الدولار بهذه التخصيصات للفقراء والمحتاجين لكن مجلس النواب السابق كان له رأي آخر وأثر سلبا على هذا الموضوع إذن لدينا مسؤوليات كبيرة وتحديات اليوم على سبيل المثال السيد وزير التربية قدم الأعداد التي ستقبل من الطلبة في الأول ابتدائي وذكر رقما حقيقة يحتاج إلى مسؤولية في تحمله في هذا العام ستستقبل المدارس العراقية ما يقرب من أو ما يزيد على مليون وأربعمائة ألف طالب أول ابتدائي هذا رقم كبير قياسا بالسنوات السابقة ورعاية هؤلاء الطلب الجدد الصغار بحاجة إلى أموال وبحاجة إلى موازنة المديونيات التي عندنا من جراء استيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا هذه تحتاج إلى موازنة لكل هذه التحديات والأسباب الحكومة في ظل غياب الموازنة لهذا العام قدمت مشروع قانون الأمن الغذائي والتنمية حلا لهذه الاشكالات ولكي لا تكون حكومة تصريف أمور يومية دون تلبية هذه الحاجات الأساسية وأن تظل حكومة تصريف أمور يومية لأشهر طويلة حكومات تصريف الأمور اليومية قد تستطيع العمل لمدة وجيزة أسابيع ولكن ليس لأشهر طويلة بعد انتخابات لم تتشكل فيها حكومة جديدة وليس من مسؤولية هذه الحكومة أن تشكل حكومة جديدة كما تعلمون نحن ننتظر تشكيل هذه الحكومة لكن في الوقت نفسه نعمل على مواجهة كل هذه التحديات التي ذكرتها ولا شك في أن هناك تحديات أخرى كثيرة على الحكومة مواجهتها ضمن القرارات التي صوت عليها اليوم مجلس الوزراء هناك في وزارة الزراعة قرار لزيادة سعر تسلم محصول الحنطة للموسم الحالي ليصبح السعر الحالي 850 ألف دينار للطن طبعا بدلا من السعر القديم 750 ألف دينار للموسم التسويق الحالي بما فيها الحنطة المتسلم سابقا ضمن الموسم التسويقي الحالي يعني هذا القرار يسري بأثر رجعي وهو لدعم الفلاحين وأيضا مواجهة التحديات الغذائية هذه الأيام في وزارة الهجرة والمهجرين كان هناك قرار يقضي بالتنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين العائدين من ذوي الكفاءات والمشمولين بقرار 441 لسنة 2008 وهذه التأثيرات جاءت نتيجة تطبيق قانون التعرفة القمرقية في عام 2010 أعتقد هذا القرار يشجع الكفاءات العراقية على العودة ويفرش طرقا سهلة ويسيرة لعودتهم دون آثار تترتب عليهم في المديونية وغير ذلك أيضا في وزارة التربية كان هناك قرار يخول وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات صلاحية شراء مستلزمات المراكز الامتحانية تعلمون أن الامتحانات لها متطلباتها خاصة في أجواء صعبة مثل الصيف فهناك حاجة إلى الوقود وإلى الماء وإلى المغلدات والمبردات وغير ذلك لكي نخلق بيئة امتحانية جيدة لطلبتنا كان هناك أيضا تصويت على صرف أو تخصيص مليار دينار عراقي لمحافظة الأنبار وذلك لاستكمال إجراءات متعلقة بمنفذ عرعر الحدودي هذا التخصيص حقيقة يأتي متوائما مع متطلبات يقتضيها الحجاج في هذا الموسم موسم الحج ما يقتضيه المنفذ الحدودي من شوارع وطرق ومستلزمات أخرى أيضا استذيف اليوم سيد نائب قائد العمليات المشتركة وكان هناك مشروع لتمويل مزارة المالية لقيادة العمليات المشتركة بمبلغ لتأمين حماية الطريق الدولي هذا الطريق الممتد من الكيلو مئة وستين إلى طريبيل تحديدا بعد أن تعرضت أحيانا قواتنا إلى بعض التعرضات الإرهابية وبالتالي صار لزاما على مجلس الوزراء أن يستجيب لهذا التحدي الأمني وأن يدعم قيادة العمليات المشتركة بتأمين هذا الطريق أخيرا كان هناك قرار في وزارة المالية قرر مجلس الوزراء تنظيم عمل المنافذ الحدودية وتخصيص مبلغ لها خاصة للهيئة العامة للقمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي هناك تقدم في عمل المنافذ الحدودية وضبط لهذه المنافذ وبالتالي الربط الشبكي يعزز هذا العمل المتقل لهم شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر